السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله حياكم الله وأهلا وسهلا بحضراتكم جميعا في درس جديد من دروس دورة .NET Core بلغة C Sharp تعرفنا خلال الحصة الماضية على مفهوم البروبرتيز الخصائص وذكرنا بأنها عبارة عن ماذا؟ عبارة عن fields وattributes تميز الكلاس تعرفنا كذلك على مفهوم محددات الوصول الـ Access Modifiers وذكرنا بأنها كلمات محجوزة تستعمل قبل العناصر من أجل تحديد قدرتنا على الوصول إليها وعندنا وتعني أن العنصر سيكون معروفا فقط على مستوى الكلاس التي تحتوي عليه يعني أن العنصر سيكون معروفا على مستوى الكلاس التي تحتوي عليه وكذلك على مستوى وكذلك خارج في مشاريع أخرى والإنترنال مثل لكن فقط تبقى معروفة على مستوى البروجيكت الواحد بينما protected تعني أن العنصر سيكون معروفا على مستوى الفئة التي تحتوي عليه وكذلك على مستوى الفئات التي تارث من الفئة التي تحتوي على العنصر بالنسبة للـ Properties أحبتي في الله فهو مفهوم أشمل بكثير مما رأينا هذه يمكن أن نعتبرها حقول في الحقيقة يعني هي عبارة عن fields attributes يعني متغيرات خاصة بالفئة كلها أسماء وإن كانت تسمى في الأصل Properties لكن في الحقيقة البروبرتيز هو مفهوم أعمق من هذا فالبروبرتيز أحبتي في الله مفهوم يسمح لنا بتغليف الفيلدز ما معنى التغليف؟ يعني تطبيق مبدأ الـ Encapsulation ومبدأ الـ Encapsulation هو مبدأ أساسي في الـ Object Oriented Programming وباختصار يعني الـ Encapsulation مفهوم متقدم لكن سأبسطه لكم باختصار الـ Encapsulation أو التغليف يعني حماية بيانات الفئة من الوصول المباشر يعني بدل أن نتعامل يعني إذا أردنا أن نتعامل مع هذه الكلاس خارج الكلاس نريد أن ننشئ Object ونتعامل مع حقول الفئة بدل أن نتعامل بشكل مباشر مع هذه الحقول مع هذه الفيلدز سنتعامل من خلال البروبرتيز طيب هذه أيضا البروبرتيز لا البروبرتيز التي أتحدث عنها بشكل آخر البروبرتيز تعني أن الحقل يكون معروف فقط على مستوى الفئة يعني هكذا private لكن البروبرتي تسمح لنا بالوصول إليه من خارج الفئة فبدل أن نتعامل مع الحقل مباشرة نتعامل مع البروبرتي طيب كيف السبيل إلى كتابة البروبرتيز البروبرتيز أحبا تفلا توجد عندنا طريقتان طريقتان لكتابة البروبرتيز عندنا النوع الأول من البروبرتيز وهو الخصائص الكاملة يعني الفول البروبرتيز وعندنا الخصائص التلقائية البروبرتيز وهو مفهوم جديد ظهر يعني في السنوات الأخيرة الماضية طيب ما معنى الخصائص الكاملة وما معنى الخصائص التلقائية هذا هو ما سنتعرف عليه في هذه الحصة إن شاء الله والبداية مع الخصائص الكاملة فول بروبرتيز الفول بروبرتيز أحباتي في الله هي تقريبا مثل الميتود لكن تسمح لنا بالوصول إلى الفيلد من خارج الفئة بحيث نجعل الفيلد برايفيت لكن تكون البروبرتي ببليك مثلا هذا البراند هذا الفيلد المسمى براند إذا أردنا النصي إليه من خارج الفئة نكتب محدد الوصول أولا وليس مثلا ببليك لا بد أن يكون ببليك حتى نستطيع النصي إليه إما ببليك إما إنترنال ببليك نوع الفيلد سترينج يسمه براند نوضف إليه مثلا بروبرتي ثم نفتح المعقوفات ونضع جزئين عندنا الجزء get داخل get نرجع الفيلد نقوله return brand ثم عندنا الجزء الثاني وهو set الgetter والsetter طبعا هنا كمان يعرف مسبقا هذه الأجزاء الsetter سيضع قيمة في البراند يعني brand تسوي value جميل هذه خاصية كاملة للحقل brand تسمح لنا بتغليفه يعني بعمل encapsulation له بحيث لن نتعامل معه مباشرة وإنما سنتعامل مع البراند بروبرتي وهذه البراند بروبرتي تسمح لنا بالوصول إلى البراند كتابة وقراءة يعني نستطيع أن نقل قيمته بالاستناد على الget block ونستطيع أن نكتب فيه أن نسند له قيمة بالاستناد والاعتماد على الset block فالget يسمح لنا بإرجاع الفاليو الخاصة بالبراند والset يسمح لنا بإسناد الفاليو للبراند فهمتم كيف أحب تفله؟ هذه الطريقة لكتابة البروبرتيز تسمى full properties أو full properties الخاصية الكاملة لهذا الفيلد جميل ما هو النوع الثاني؟ النوع الثاني هو الخصائص التلقائية auto properties auto properties هي الصيغة الجديدة لكتابة البروبرتيز ظهرت مؤخرا وهي سهلة لكن تقريبا لا نطبق فيها مفهوم الـ encapsulation لأن الفيلد يبقى public يعني مثلا هنا الـ color public string color نأتي أمامه ونضع الget والset فهذه الكتابة في سطر واحد تعدل هذه الكتابة كاملة لكن كما ذكرنا معرف عنها بـ public يعني أن مفهوم الـ encapsulation غير مفاعل هنا هذه auto properties وهذه full properties وكلهما يؤدي نفس الغرض كلهما يسمح لنا بالوصول إلى حقول الفئة كتابة وقراءة يعني نستطيع أن نقرأ قيمة الفيلد ونستطيع أن نكتب فيه قيمة معينة من خلال الاستيناد على الثنائية get والset فهمتم كيف أحب تفله؟ فهذا هو auto properties وهذه هي full properties طبعا الـ full properties تسمح لنا بالتصريح عن الخاصية بشكل مستقل عن الحقل بما يسمح كما ذكرنا بعملة التغليف أما الخصائص التلقائية هنا فهي توضع مع الحقل بشكل مباشر وغالبا ما نستعمل الـ auto properties نستعملها غالبا من أجل سهولة فلو لاحظتم فهي سهلة إلا إذا احتجنا للقيام بمعالجة قيمة الحقل يعني إذا أردنا مثلا أن نطبق شرط معين أو ما إلى ذلك فعندئذن نتوجب علينا استعمال الخصائص الكاميرا الـ full properties يعني هنا ممكن أن نتحقق من قيمة الـ brand ممكن أن نتحقق من القيمة المراد إسنادها ممكن أن نطبق عمليات على الـ brand مثلا روتورن براند مثلا مثلا يعني نعيد الاسم بحالة أحرف كبيرة هذه لا يمكننا أن نقوم بها هنا في الـ auto properties يعني مجرد مثال فقط فالـ auto properties تسمح لنا باختزال الوقت بينما الـ full properties تسمح لنا بتطبيق مفهوم التغليف وكذلك من تطبيق عمليات على الـ field طبعا هنا بالنسبة للـ auto properties يمكننا كتابتها بطريقة أسهل فقط نأتي ونكتب الإختصار الـ prop اختصار الـ property ثم نضغط على لوحة المفاتيح زر tabulation مرتين فيقوم بإكمالها نضع نوع الـ field وليكن مثلا بول ثم اسم الـ field مثلا is new اسم الـ field هنا هذا الـ field is new هو عبارة عن property مسموح لنا بالوصول إليها لأنها معرفة بالـ public access modifier يمكننا أن نقرأ قيمتها من خلال الـ gate ويمكن أن نكتب فيها من خلال الـ set هذا الكلام قد يبدو نظريا بعض الشيء بعض الشيء لأننا لم نقم بكتابة أكواد لاختباره لكن إن شاء الله سوف تتضح الرؤية عند التطبيق حينما نطبق أمثلة فعلية إن شاء الله سوف تتضح الرؤية على العموم هذا أحبتي في الله باختصار هو مفهوم الـ properties كما ذكرنا الـ properties كما ذكرنا الـ properties عندنا نوعان الـ full properties تطبيق مفهوم الـ encapsulation حيث يتم إنشاء الـ properties والفرح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة